التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس زبيدي اللجنة العسكرية المكلفة بتقص الحقائق في الحداث التي شهدتها محافظة شبوى الأسبوع الماضي وطلع زبيدي من رئيسي وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها لإزالة أسباب التوتر وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة وأشهد اللواء زبيدي بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد مشددا على أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوى وتعزيز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة